يعلن بحضركم حلقة جديدة من رقم 10 ومتعة كرة القدم مستمرة دائما في دورة أبطال أوروبا اللي المباريات كانت رائعة المباريات كانت كبيرة زهاب دور 16 من هذه البطولة اليوم تعادل بايرن ميونيخ مع ريدبولد ساليسبورج واحد واحد في مباراة كان ممكن يخسرها بايرن ميونيخ في الدقايق الأخيرة أو يعني كان هو متأخر أصلا هو اللي تعادل بايرن في الدقايق الأخيرة وقدر ينقذ موقفه قدام فريق ريدبولد ساليسبورج اللي معتاد يعمل مفاجآت في هذه البطولة مباراة الأهم اللي كانت بالنسبة لنا النهاردة هي مباراة ليفربول وإنتر إنتر اللي ينافس ويصارع على الصدارة في الدول الإيطالي وليفربول طبعا بنجومه الكبار كانت مباراة رائعة جدا تقاسمها الفريقين ليفربول الشوت الأول كان أفضل من الإنتر الشوت الثاني إنتر كان أفضل من ليفربول بس ليفربول في الشوت الثاني حسم المباراة بروقنايا سجلها في المينيو في الديئة 75 وحسم الأمور تماما نجمين المصري الكبير محمد صلاح بهدف رائع في الديئة 83 كل مباراة في دول الأبطال رائع كل مباراة في دول الأبطال ممتعة مباراة السيتي يعني بلغة الكورة يعني كالي سبورتينج لشبونة كالو كالو خمس أهداف منهم أربعة في الشوت الأول يعني خلص على سبورتينج لشبونة في لشبونة يعني على ملعبه منشرة السيتي طبعا فريق رائع وساحر مع بيب جورديولا مباراة ريال مدريد و باريس سان جرمان حرارتكم تبعتوها أو شفتوها المباراة كان ريال مدريد يدافع طول المباراة يدافع طول المباراة و باريس يهاجم طول المباراة وقدر كالي يمبابيه في السواني الأخيرة يسجل هدف الفوز القاتل لفريق باريس سان جرمان كالي يمبابيه أنا بفرائي أو مش أنا بس يعني عفوة يعني أنا أقول أنا أنا بقولي عفوا يعني عشان مش رأيي أنا الواحد يعني ده رأيي كل مشجعة الكرة في العالم كل محللة ومتابعة الكرة في العالم إن كده يعني ببيه العصور اللي جاي دي عصوره هو لسه صغير في السن 23 سنة مميز رائع يبدع يتقلق كبير مميز عنده كل الإمكانيات الممكنة في الكرة فتتكلم في لعب هيبقى أفضل لعب في العالم لسنين كتير قدام لسنين كتير قدام لعب كبير ورائع جدا وارد جدا إن احنا نشوفه في ريال مدريد بعد نهاية الموسم بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان نهارده ليفر عمل مباراة تيك تيكين زكية جدا صحيح الانتر كان داخل الشوت التاني تحديدا بقوة كبيرة جدا وكان خطير في المنطقة الدفاعية ليفر ما قدرش أقول إن كان عنده هجمات كتير قوي خطيرة على مرمى أليسون بيكر ولكن كان خطير في المجمل نحة تانية ليفر كان عملي جدا يورجن كلوب كان مدرب زكي جدا تعامل مع هذه المباراة في مواجهة إنزاجي بزكاء كبير جدا تغييراته التك تيكية في وسط الملعب تحديدا مع نزول كايتا ومع نزول هندرسون في الشوت التاني وطبعا في المينيو اللي سجل الهدف الأول مكان جوتا تغييرات بتقول إن فيه مدرب يعرف يارى الأمور دي بشكل كويس أمتا لبرناردا يهزم الانتر على ملعبه في إيطاليا ويقطع شوت كبير جدا في السعود لدور التمانية من دوري أبطال وربا الفكرة أن أنت قدام كل مباراة ممتعة قدام كل مباراة فيها كل حاجة حلوة في الكرة تلاقي الفرق عندها هجوم حلوة قوي هتلاقي عندهم دفاع حلوة قوي هتلاقي عندهم تفاصيل تكتكية وفنية رائعة جدا هتلاقيوا لعبين بيقتلوا في كل مباراة كان معي أستاذ حسن مستكاوي من يومين وقالي بالمناسبة يعني لما بنطلب من اللعبين الروح القتالية والقتال في الملعب ده مش المفروض يعني إيه تبقى حاجة تتعامل بشكل استثنائي هي المفروض تبقى في كل المباراة بشكل طبيعي ده اللي بنشوف الفرق في أوروبا والمنتخبات اللي في أوروبا أن أنت كل المباراة لازم تكسبها لازم تقدي بلاش لازم تكسبها بس لازم تقدي كل حاجة عندك بقول مش لازم تكسبها عشان هي كورة في النهاية زي دايما بيقول لكم أنت بتلعب مع منافس فممكن يكسبك وممكن تخسر بس تدي كل اللي عندك تقدي بكل حاجة عندك ده اللي بيحصل من كل الفرق اللي موجودة في دوري أبطال أوروبا هي البطولة الأفضل في العالم هي البطولة اللي دايما ممتعة ودايما رائعة بكل تفاصيلها على مستوى المديرين الفنين الرائعين المميزين وعلى مستوى اللاعبين الكبار الأفضل في العالم كل حاجة حلوة يومين حلوين دايما التلاتة والأربع في الفترة دي من شهر فبراير وانت جايبها في مارس وإبريل متعاقرة وهي كبيرة جدا بداية من دوري 16 تحديدا في دوري أبطال أوروبا